الحكي وأن الأم تربي ابنها وهي بتحكيله وبتدي له نمازج من تاريخنا الإسلامي ومن إسلامنا ومن طبعنا وعدتنا وتقاليدنا ده مهم بالنسبة للطفل ولا بيعدي عليه مرور الكرام بصي بسم الله الرحمن الرحيم لمي هو طبعا زي ما حاجة تقولي القصة السرد والقصص لها تأثير ده جانب معرفي معلوماتي بينامي الطفل وبيوجهه في التجاهات طبعا كل واحد اللي بيكلم في التجاهات هيروح للطفل في التجاهات أكيد يعني أي طفل بيبقى عنده حتة أنه يقدر يسمع عنده ساعة عنده ساعة زي كوباية عنده ساعة هتتملي تتملي بخير تتملي بشار تتملي باللي أنت هتملاه بس خليلي أقول حاجة يعني برضو إحنا عندنا في الطب السلوكي للطفل أو الطب للأطفال السلوكي في نقطة مهمة جدا في موضوع التخطيط الأسرة نفسه يعني كل أحد متوقع يخش أسرة يا رب هتطلع بقى أنا ولد عنده بر دية ومتوقع الفيدباك أنه فيه توقعات أعلى من طبيعي لسبب لسبب لأنه مكونات الأسرة اللي أنت اخترتها قد لا تساعد يعني مقارنش أنا نفسي بأسرة تانية الولد فيها بر بيبوس إيد أبوه أمه بيعمل حاجات ليه أنا ابني لا ولأنه أصلا التركيبة الأسرية أو الفاملي ستركتشر ما يساعدش على كده بمعنى صدق من قال سابقا بروا أباءكم بروا أباءكم تبروكم أبنائكم ولما واحد جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني كان نسمعه فسلم ابنه إيه وحاجات كده أساءله فقال له طب ما هو يعني أنت عققت ابنك قبل ما هو يعوقك عينوا أولادكم على بركم بالضبط بالضبط اختيار نمرت واحد الاختيار لا يستويني مثلا أبدا أنك تختار زوجة أو زوجة أو العكس زوج وزوجة بين من جيناتها من تصرفاتها من أسرتها من علاقاتها ومن ناس طيبين ناس مهتمين بالدين ناس متربين بسمت معين مع اختيار حد تاني شعنون شوية ما هواش ليف ما لوش علاقة بالحكاية فاهمني يعني لا الجينات تختلف فالاختيار مؤثر اختيار مؤثر فما جيش تازع لما تأمل ده وتقول أنا هنوي أن أنا غير يعني مش هقول ما فيش بنيها ده بميتغيرش لا ما إحنا متغير بس الفكرة أنه اللي أنت بتطلبه كتير أو بتطلبش إكستريم واحد بيقولك بيبوس إيد أبوه وبيعمل بر رهيب جدا من أسرة شكلها بيحبوا يبقوا فري كده وما فيش حضرتك وحضرتك من الأول يعني كمان في قصة أنه أنت ده تحط قوانين في أسرتك اللي احنا بنسميه يعني هيراركي زي الجيء يعني في أسر تحسي أنه عندك أنت نقيب ورائد وعقيد وعميد في أسر حيث تبقى بيبقى رولز عندها يعني صريمة شوية آه صريمة شوية جمدين كده في حدود في باوندريز ما بين كل فرد والتاني رسمين في أسر كده ما يفعش أنت تتوقع ده في أسرة العكس بقى اللي هم دابت هذي يعني ما يفعش ناخد قوي على بعض قوي وبعدين زعلان إنه ما بولكش حضرتك بينه ولا زمان كان فيها قصة قبيلة شوف أنت زرعت إيه وانت خاصة بما تزرع بالضبط يعني اختيار وتخطيط وتنفيذ فيعني وبعدين الدنيا تغيرت فالبر حتى طريقة البر تغيرت أكيد لو ابنا النهاردة يعني يعني العائلة ما تروح تسافر برة تتغرب الساعة الوقتية والمكانية ممكن يبعث له بابا فلوس لأكيد شاف إنه هو نعم البر إنما لمسة الحنية اللي هو لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا ما تعرفوش مين لما تيجي تموت زي بقولها يشربك كوبية المياه ده نعم أنا على البر هو البر أشكال وتوقعاتك إنت يعني أنا اللي بتكلمه لم يعصده إحباطات الأباء والأمهات فيه أو خيبت أملهم أو ديساب بوينت من دعيتهم فلنما شافين بنتهم والابنهم مش هو ده البر اللي أنا كنت عايزه طب ما أنت كنت عايز إيه يعني فيه بر نقبله بهذا الشكل ولا تقارنه ببر تاني فلنك لأ شافت تاني دعا بتبوس هدابوها وبتوطي مش عارف إيه ما تقدرش تحدي قدامها وتعلمت إزاي وتربت إزاي وما يعودش ويحط رجل على رجل قدامها يعني العادات والتقاليد والتقاليد والتربية اللي إحنا طلعنا عارفينها النهاردة هي اختفت مع الأسف الأداء اللي اختلفت وانت اخترت اختيار وخططت بطريقة معينة فمش ده المنتج بتاعك وطبعا قبل كل شيء بركة ربنا أكيد طبعا بس احنا بنتكلم فيه إنه الدنيا فيه أسرة يعني بالعكس فيه أسرة هو مش عايز يحط حدود جامدة بينه وبين ولاده عايز الدنيا تبقى free friendly ده طريقة وده بره هيبقى بشكل مختلف عن حد قال لا يا ولد لما أقول كذا تقولي حضرتك وتقولي شافئة ومامتك إزاي تكلمة بطريقة دي يعني يعني هو ده صح وده صح طبعا بس ينفعش ده يتوقع ده فهمني